وبما أننا بنتكلم عن اللي سهمه في رفع شأن النادي الأهلي في كل شخص مهما كان أسطوري ومهما كان عظيم ومهما كان مؤثر في تاريخ النادي الأهلي ولكن دائماً وأبداً هتلاقيه فترة من فترات النادي الأهلي ولكن الشيء اللي دائماً وأبداً هيكون مستمر مع النادي الأهلي ورقم واحد في الإنجازات وتحقيق البطولات واستعادة النادي الأهلي لمكانته سريعاً ولو النادي الأهلي وقع بسرعة يقوم الألف قومة هو نسر النادي الأهلي نسر النادي الأهلي أيوة جماهير النادي الآلي مش بس النصر الشهر ده تبعا لما أعلن الموقع الرسمي للنادي الآلي لا جماهير النادي الآلي هي نصر النادي الآلي المحلق دائما بالنادي الآلي في كل مكان فالشهر ده كان حالة من العشق والحب والانتماء لجماهير النادي الآلي وصدفة الناف في كل الألعاب وفي دول عربية كتير جدا من الكويت للسعودية لتونس للقاهرة كل وقت فارس جماهير النادي الآلي دائما وأبدا هي رقم واحد وانا عندي دايما تشبيه باختاره ان نصر النادي الاهلي بجناحين جماهير النادي الاهلي عبارة عن جماهير وليسوا اعضاء في الجماعية العمية ده جناح واعضاء الجماعية العمية اللي اساسهم ايضا محبين وعشقين للنادي الاهلي الجناح الاخر دول اللي بيطيروا بالنادي الاهلي وبيستقروا بيه دائما وابدا على القمة وهو ده النصر مكانه القمة وبالتالي شكر وتقدير لكل جماهير النادي الاهلي على مدار التاريخ وبالتأكيد الشكر والتقدير لجمهير النادي الآلي في المناسبات العديدة اللي كانت واضحة جدا ان هم بيجوا بشكل كبير جدا على نفسهم يعلوا سعر التذاكر موجودين ياخدوا الصالة كاملة بشكل كبير جدا تروح الامارات خلاص تنتهي التذاكر بسرعة وكمان يتواجد جمهير النادي الآلي مش عارفين يحجزه في اماكن ومدرجات النادي الآلي فيتواجده في مدرجات نادي الزمالك وكان شكله مواضح بشكل كبير جدا بلون التيشرت الأحمر ولون الفرحة مع الأهداف من مدرجات نادي الزمالك عشان كده دائماً وأبداً سيظل النادي الأهلي هو رقم واحد ودائماً وأبداً نسر النادي الأهلي سيحلق دائماً على القمة بص انت عارف أنا دايماً عاطفي قوي تجاه جمهور النادي الأهلي يعني بحس إنه مهما تعطيه من عبارات السناء والمديح هو يستحق أكتر لأن أحمد قال كلمة كده في النص ألف كل الألعاب وأنا حابي بقف عند الكلمة دي لأن جمهور النادي الأهلي هو بيشجع النادي الأهلي أينما كان جمهور النادي الأهلي لما بيدعم النادي الأهلي في لعبة ما بيدعمش النادي الأهلي في اللعبة دي لأن النادي الأهلي مخفق في لعبة تانية إطلاقاً ده بالعكس ده بتلاقي النادي الأهلي جمهوره بيدعم النادي الأهلي في لعبات ربما أقل تاريخياً من كرة القدم في النجاح إذن هو جمهور دايماً تركبته مختلفة يا جماعة هو بيدورش عن نجاح فين ويروح وراه بالعكس ده صانع الحدث وصانع الصورة وصانع النجاح ودي سيكولوجية مختلفة جدا 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 في عقلية الجمهور يعني كمهور النادي الأهلي لا يهرب مثلا من إخفاقات كرة القدم لألعاب الصلاة ده بالعكس هو دايما رغم نجاحات كرة القدم بيشوف ايه المكان اللي محتاج كمهور النادي الأهلي في الوقت ده وبيكون واقف وراه ويمكن الرسالة في مختلف الأماكن سواء في الكويت أو السعودية أو في الإمارات أو في أي مكان برضو رسالة مهمة جدا جمهور النادي الأهلي يا جماعة عدديا وفاعلية مش مجرد رقم جمهور النادي الأهلي تأثيره فعلا ملهم جمهور النادي الأهلي دايما طول الوقت هتحس انه هو دارع وضهر وسند بكل ما تحمل الكلمات من معنى وانا عايز اقول التعبير اللي كابتن محمود الخطيب دايما باخده منه فكرة الجمعية العامة والجمعية العمومية وشيء استثنائي ان يكون رئيس النادي أو مجلس إدارة النادي فهمة تركيبة النادي الأهلي بالشكل ده جمعية عمومية هي جزء أصيل تحاسب وتراقب وجمعية عامة هي جمهور النادي الأهلي اللي ينظر لها بهذا التقدير وهي دايما اللي بيفعل من أجلها كل النجاحات وهي اللي دايما بيكون مجلس الإدارة وكل أطراف المنظومة حريصة على إرضاها فأنا أتمنى دايما جمهور النادي الأهلي كالعادة كالعادة عنصر استثنائي في تاريخ النادي الأهلي وفي منظومته يا أسامة يعني جمهور النادي الأهلي ملهم ودوره الفترة اللي فاتت يستحق تقدير كبير جدا مرنا بأزمات كتير يا أسامة كان جمهور النادي الأهلي داعم وبحكمة وبشكل النادي الأهلي احنا كنا فرس لسا بنتكلم عن الفريق مرتجي واتكلمنا عن خمس سنوات كانت قصية جدا بعدما النادي الأهلي كان مستحوز أو شبه استحواز على بطولة الدوري من أصل 12 مسابقة لعبة كانوا ياخد 11 يجي خمس سنوات مش قادر يحق بطولة الدوري وبطولة واحدة كاس فعشر مسابقات محلية تلعبت خدنا بطولة واحدة فقط لغير كان وقتها في حاجة بتتعامل كده بين الأندية الحاصلة على حقوق رعاية الملك الأندية الملكية لا مش اللي جاء في دماغك ولا اللي بيتم ترويجه في الإعلام النادي الملكي هو كان النادي الأهلي وقتها وبعدها النادي الاتحاد السكندري كان حاصل على الرعاية الملكية فكان فيه كده حاجة مباراة بتتلعب استعراضية قبل كل موسم ما بين الأندية وبيحضرها غالبا الملك فكان النادي الأهلي بيلاعب نادي إلى الاتحاد السكندري تخيل فريق بيغيب عنه البطولات أربع بطولات دوري بعدما كان مستحوز وتلاقي جمهيري النادي الأهلي في صور عرضناها قبل كده كتير في الأهلي قطة عمر كانت حتى على الأضواء الكشفة مدرجات الملعب فجمهيري النادي الأهلي طول الوقت بتشجع النادي الأهلي عشان تقف بالنادي الأهلي على منصة التدريب وده المختلف بالتأكيد